بمتنسبة ان احنا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي فخلينا ناخد مدخلة هاتفية همة جدا جدا مع احد ابناء النادي الاهلي المخلصين وهو العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات الوطنية يا مرجان بمسائل فل عليك وكل سنة وانت طيب مسائل فل يا سيد امير وكل سنة طيبين مسائل فل يا سيد محمد طبعا نتازنا كبير سيد حمد قد تدين فهر خير وكل ساحق طيب وكل سنة وجمهيين النادي الاهلي طيبين وكل سنة وعيلة النادي الاهلي طيبة وكل عامل وكل موظف وكل شخص بنتامي النادي الاهلي كل سنة هو طيب وان شاء الله باذن الله في الام المباركة ويعني لازم نبرك النادي الاهلي بفوزه بقاس مصر النهار شلنا عدت يوم اهلاوي الحمد لله سعيد نبارك له بفوزه في كاف مصر ونبارك له بفوزه في مبارك أمبيو كلنا ثقة إن شاء الله بإذن الله في تكملة مشوار مع النادي الأهلي يسعد جميل النادي الأهلي ويسعد الرياضة المصرية بإذن الله إن شاء الله أكيد إن شاء الله بمناسبة اليوم التاريخي والعظيم ده وذكر تأسيس النادي الأهلي ومرور 114 سنة على تأسيس هذا النادي العظيم حابب تقول إيه من قلبك يا مرجان بيه خصوصاً إن أنت أحد أبناء النادي الأهلي الأهلوية اللي بجد يعني في الحقيقة فإيه اللي يوكسك تقول منه كنت بستمع الكلام قصة حمد ده حيزة الدين ونهاردة كنت بتفرج على كلمة كتابة محمود الخطيب وكالعادة النادي الأهلي فضله كبير جداً 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 على أي حد جانتمل النادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي يصمع لجومه النادي الأهلي هو اللي يصمع أبنائه وهضيف حاجة كمان النادي الأهلي علم أبنائه اللي هما يكونوا يعني دايماً بيدوروا على المصلحة العامة قبل أي شيء ودايماً بيكونوا عندهم هدف واحد في أي مكان بيشتغلوا فيه اللي هما يعملوا أفضل حاجة أو أحسن حاجة بمنتهى الحيادية ويعملوا الصح دايماً لأن النادي الأهلي دايماً يعني مش هقول وكبت أخذت كان بيقول كذا وكبت الحسن الحمدي دايماً بيقول كذا في أي قرار تخده أو هتتاخد في القرار خلي دايماً قرارك للصالح العام وليس للمصلحة الشخصية الصالح العام ده هو اللي هيؤدي في الآخر لنجاحك الشخصي طالماً تبتعمل وتاخد قرار دون أي أغراض شخصية فطبعاً يعني أنا لازم أهني في اليوم ده جمهيد النادي الأهلي أهني في اليوم ده والتاني كل اللي عاملين في النادي الأهلي وكل عائلت النادي الأهلي وربنا يعني ديمها علينا أفراح إن شاء الله بإذن يا ربي دايماً بخير إن شاء الله بإذن لا بأبناء يا ربي العبيد ده مرجان أنا عارف يمكن على مدر سنوات طويلة يمكن حرق وتموجود في النادي سواء لعباً أو حتى موجود بشكل على المستوى الإداري كمدير تنفيذي أو حتى في الألعاب الفردية في فترة من الفترات وكدت أحد أبطال وأحد نجوم النادي الأهلي في فترة من الفترات على مدار هذه الحجبة التاريخية شفت أكيد مواقف وحاجات كتيرة جداً في هذه الفترات كانت من أصعب الفترات اللي بتمر عليك وسواء على المستوى الإداري أو حتى على المستوى الفني أو العامل وانت كلعيب أو كمسؤول كنت بتتعامله إزاي في هذه المواقف التاريخية اللي ممكن مرت على النادي الأهلي سواء في السنوات العاشر الأخيرة أو حتى قبل ذلك يعني شوف الحمد لله يمكن أنا واحد من الناس ربنا سبحانه وتعالي جعلني بقى موجود في أصعب فترات إدارية في ترك النادي الأهلي يمكن وانا لعيب يعني الحمد لله كانت الأمور مستطرة وإحنا لعبين لأن ما كانش الأمور بالشكل دوت يعني إحنا كنا لعبين كان أهلي وزمالك وكل الأندية واليوف كل الأندية في الروحة رياضية وبناء بعد المطشي بيخلص خلاص لكن النهاردة في فترة كده حصلت بنحاول نعيدها الثاني بنحاول يعني يبقى فيه نرس للتعاصب وده دور زي ما أستاذ حمد عزيزيزين قال الأعلام عليه دور جدا 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 ما يفعش النهاردة يعني كابتن أحمد الأحمر بيقولك أنا ممكن أكسب الدولي كل مرة بس هتصور مع كابتن الخطيب وبتلاقي نانشرت موجود ده يعني الحاجات دي لازم احنا نبدأ نخرج عنها الندي الأهلي دايما بيتسباء وبيبعان برسالة انت ممكن النهاردة أول مرة تعمل استوديو تحليلي يبقى فيه كابتن حسام غريب موجود أرجع تاني الموضوع الأساسي بتاعنا يعني كل تاني أنا واحد من الناس اللي ربنا في حالة علاءة كتاب لي يكون في فترات من أسعد الفترات اللي بتمر بيها الندي الأهلي يمكن من 2011 إلى 2014 وكان لها الشرف اللي أنا اشتغلت مع كابتن حسن حمدي ومجلسه ويمكن تعافي انت أسعد فترة فترة اللي فاتت 2017 او 2018 للغاية الفترة اللي احنا فيها او لغاية 2020 اللي كانت تستعد علينا بقى أفريقيا والدوري والكاس وربنا يا رب يا رب اتماع بالخير في الصبر الأفريق إن شاء الله وعلى جميع مستوى الألعاب بس كانت فترة صعبة جدا في تاريخ الندي الأهل فترة التحول انت بتغير الفكر اللي موجود عند الناس عن النادي الأهلي لا النادي الأهلي نادي وطنية النادي الأهلي دايما مع مؤسسات الدولة النادي الأهلي دايما بيعمل الصح النادي الأهلي ما بيحدش عن طريقه اللي بيختاره اللي بيمشي فيه كل قادات النادي الأهلي قادات وطنية جدا كل قادات النادي الأهلي بيتمتلها بالعاون دايما للمؤسسات الدولة وبتساعد بشطة الطرق عشان خاطر تبقى فيه منظومة مكحة وأنا واحد من الناس يعني دايما بتبقى فخور إن انت من أبناء النادي الأهلي بتحاول في أي مكان تكون موجود فيه بتعمل الصح عشان خاطر الناس دايما تتكلم يقولك ده طالع من من النادي الأهلي ده راجل كان في الشرطة ده راجل كان ناجح للدارة وضيب رسالة دايما اللي بنبعثها لولادنا وبنبعثها لي آآ شبابنا اشتغل اجتهد اخلص توقع الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوفق في الأول في الآخر دايما كان في الخطيب كان بيقول كلمة ولا احنا بنفرح أوي 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 ولا بنزعل أوي 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 لأن هي العملية الحمد لله انت بتعمل عليك وفي الآخر التوفيق ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبقى كبولينا كلنا فهي ربنا يوصل تانية ان شاء الله ارجع تاني انا سعيد اللي انا معاك وسعيد اللي مع سيد حمد عز الدين وان شاء الله بإذن الله انا بس عايز سيد حمد عز الدين بس عايزه حاجة سيدة العميد سيدة العميد انا لم اوجه لك التهنئة بالانتقال الى منصبك الجديد لأنه الحقيقة كان حزني على مغادرتك لموقعك في النادي الاهلي اكبر من ان اوجه لك التهنئة لكن اليوم بمناسبة رمضان بقولك رمضان كريم وكل سنة وانت طيب وبتمنى لك كل توفيق خصوصا لان هناك تعاونا كبيرا بين النادي الاهلي وبين شركة السادات التي تتولى منصب رئيس مجلس ادارتها والان يحق لي ان ادعوك الى مزيد من الدعم من خلال شركة السادات لمشروعات النادي الاهلي ومرة تانية كل سنة منتطيب وحررك طيب وان شاء الله بإذن الله يبقى فيه مزيد من التعاون ويبقى فيه مزيد من التعاون على مستوى الرياضة المصرية انا عندي قناعة حامد طول ما النادي الاهلي قوي طول ما المتخبات المصرية كلها ومتخبات الوطنية قوية في كل الالعاب فان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يبقى فيه تعاون بصفة خاصة مع النادي الاهلي ضمن الشراكة بين شركة السادات الوطنية والنادي الاهلي اللي احنا باعتذر بيها ويبقى على المستوى الرياضة بصفة عامة ان شاء الله بإذن الله بالتعاون مع النادي الرياضة يمكن احنا في مشروعنا اللي احنا شغالين فيه ان شاء الله برضو هنستفيد من خبرات النادي الاهلي اللي احنا ازاي نعمل ابطال ونعمل أبطال دوليين على مستوى العاب كلها فإن شاء الله يبقى فيه فترة جاية مزيد من التعاون على مستوى الإداري أو الفني بأمر الله إن شاء الله سيارة العميد محمد دامورجان نائب رئيس شركة السنة الوطنية بشكرك شكرا جزيلا رمضان كريم كل سنة حلق طيب و114 سنة ذكرى تعسيس النادي الآلي كل سنة وحلق طيب كلام كان مهم جدا لكن اقترب موعد السخور نخرج لفاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الأهل في رمضان والذكرى السعيدة النهاردة بالتأكيد ذكرى تأسيس النادي الآلي 114 سنة كل سنة وكل جماهير النادي الآلي في كل مكان طيب وخير دايما يا رب